لماذا دم نصدقية هذه الدراسة ولماذا تم سحبها من منصة ريسيرج؟ لما جابوا بعض جثث الإليانس وعرضوها وقام عليها ضجة عالمية كبيرة ولما تم فحصها وجدوا أنها مزيفة ومجمعة هل لا تزال الكائنات الفضائية أو الكائنات غير البشرية تعيش بيننا على الأرض؟ هل ده مجال للدراسة أصلاً يعني؟ صحة وجهة نظر أنا مجرد أن أنا قلت أنها إليانس أو كائنات فضائية أو UEP أهلا بكم يا شباب معكم أنا أشرف محمد وده بودكاست جديد من علم علمك تخيل لو قلنا أن الكائنات الفضائية مش بس زورة كوكب الأرض لكنها عاشت وربما لا تزال تعيش بين البشر الموضوع مش سيناريو من أفلام الخيال العلمي لكن محتوى دراسة حقيقية منشورة من باحثين في جامعة هارفرد الشهيرة الدراسة دي بتقترح أن بعض الأجسام الغامضة اللي احنا بنسميها UAP أو الظواهر الشاذة الطائرة المجهولة ممكن تكون دليل على وجود كائنات ذكية من عوالم أخرى موجودة بالفعل تحت سطح الأرض أو حتى داخل القمر بحسب تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية هذه الأوراق البحثية تم حثها من منصة ريسيرش جيت بعد نشر المجلة لمقالها عن الدراسة لكن أوراق الدراسة ما زالت متاحة عبر أرشيف الإنترنت طيب الصدمة مش هنا وبس في صيف عام 2023 ديفيد جروش وهو ضابط سابق بالقوات الجوية الأمريكية فجر مفاجأة مدوية لما صرح أن برنامج عسكري أمريكي سري عثر على حطام مركبات فضائية كاملة بعضها كان بداخله كائنات غير بشرية ميتة هذا على حسب قوله أيضا في عام 2023 صدر تقرير رسمي عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أكد فيه رصد 510 من الأجسام الطائرة المجهولة في عام 2022 171 منها تم تصنفها بأنها تمتلك قدرات وخصائص طيران غير طبيعية تتحدى قواعد الفيزياء المعروفة على الأرض وهذه الأجسام تستحق المزيد من التحليل طبعا كما قال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية إذن أسئلة مهمة اليوم عايزين ننقشها في بودكاست علم علمك هل نعيش جنبا إلى جنب مع كائنات غير بشرية؟ هل هناك حضارات خفية ذكية تراقبنا بصمت؟ طبعا أسئلة مهمة اليوم وزوايا مهمة عن نقشها مع ضفنا الكريم اليوم هيكون معنا السيد محمود خضر وهو الباحث الأكاديمي خريج كلية العلوم جامعة القاهرة برحب بك سيد محمود وخلينا نبدأ مع محورنا الأول عن الدراسة نفسها عن الفرضيات والأسس العلمية أنت برأيك كخبير في هذا المجال ما مدى مصدقية هذه الدراسة ولماذا تم سحبها من منصة ريسيرش جيت بعد نشرها أو بعد نشر المقال على مجلة نيوزويك أهلا وسهلا سيدا شرفة السيد الخير يا فندم وزا حضرتك أهلا بيك بص يا فندم بنجي نتكلم عن دراسة دراسة علمية لابد من ألف فيه دراسة علمية في حاجة اسمها الأساس التجريبي مش مقالة في فرق جدا بين الورقة البحثية وبين الدراسة لما بنقول دراسة إذن أنا عندي أساس تجريبي فمبدئيا كده من اسم الظاهرة نفسها اليوقفي هي اختصار لان ايدنتفايد ايريال فنومينا ان ايدنتفايد معناها مجهولة مش هزة زواهر مجهولة إذن هي مزالت تنظر العلم مجهولة وليست دراسة إنت ترتقي لكونها دراسة إذا تحط لها تفسير علمي واضح وأصبح عندنا عينات بيولوجية أو عينات أثرية للزواهر دي عندنا مشكلة كبيرة جدا بقى هل طن رصد زواهر يوقي به فعلا أو حضارات أو حياة زكية حقيقية زي ما حضرتك قلت فعلا البنتاجون وثق أكتر من 800 حالة أو 800 ظاهرة قدر يوصل لـ 80% يعني تقريبا قدر يحلل ما يقارب 700 حالة ثبت في 700 حالة بما لا يقطع الشك أنها كانت زواهر طبيعية أو تجارب على درونات أو أنها خطأ في الرصد أو خداع بصري دولي 80% تبقى 20% من الظواهر دي 20% تقريبا أو 100 حالة ما زالت حتى اليوم هي قيد البحث والدراسة أو ما زالت مجهولة لما نيجي نتكلم بقى الرد النقدي أو المنطقة على ما يطرح الافتراض أو أو التكاهنات غير قبلة للاختبار ده كله بيخضع تحت هذا الباب إن هي تكاهنات غير قبلة للاختبار يعني أنا ما أقدرش أجيب عينة وحطها في معمل وحلل هي كلها ظواهر أنا شفتها فأصبح في دماغي إن ده ممكن يكون لها تصور تصور معين علشان أقدر أفسره إن دي كائنات فضائية طيب عندي مشكلة كبيرة جدا عندي غيابة دليل التجريبي أنا ما عنديش دليل تجريبي كله مبني على بعض الأقوال وبعض الظواهر طيب بعض الظواهر دي ثبت بالفعل في بيرو لما جابوا بعض جثث الإليانس وعرضوها وقام عليها ضجة عالمية كبيرة ولما تم فحصها وجدوا إنها مزيفة ومجمعة بعدة أجسام أو عدة أشلاء من البشر ومن الحيوانات وتم تركبها بشكل معين وأظهروها واتضح إنها في الآخر مجرد إصارة جدل إعلاني يعني أنا مبين ظواهر كل ما جي أمسك دليل مدي يطلع إنه إما مزور إما غير موجود إما مجرد شهادات بلا دليل ودايما تعقب بكلمة سري تقرير سري إحنا في عصر دلوقتي الموبايلات موجودة والتسريبات أسهل ما يكون ومع ذلك مزالت حتى الآن كل شيء بغض النظر عن الحزف أو الكلام ده كله منصات التواصل الاجتماعي أو منصات التواصل بشكل عام أكبر من أن يحكمها منظمة في العالم كله هيحصل تسريبات أنا متفق جدا مع كلام حضرتك لكن إحنا بنتكلم عن باحثين في مستوى جامعة هارفرد مجتمعين لعمل دراسة بعنوان هل لا تزال الكائنات الفضائية أو الكائنات غير البشرية تعيش بيننا على الأرض؟ هل ده مجال الدراسة أصلا؟ يعني السؤال هنا لماذا يرى الباحثون أن هذه الفرضيات تستحق الدراسة رغم أنها غير تقليدية؟ في مجال البحث العلمي فيه جزء كبير جدا منه فلسفي إيه يعني إحنا حتى إثناء الدراسة الأكديمية بنعتبره يعني أقرب للفلسفة من العلم التجريبي في الأمور الزيدي كده في بعض المغلطات المنطقية يحنا بنسميها مغلطة الفجوة المعرفية فجوة المعرفية معناها هي يا فندم لما جاء قلت لا يوجد دليل على أن إكس خطأ إذن إكس صحيح استخدمت الجهل وربطت بشيء وجزمت بيه إذن أنا أقول اللي بيخبط على الباب ده رجل ربما يكون رجل وربما يكون طفل فجزمت بناء على تكهن وفجوة معرفية تجمع بين الجهل وبين التكهن وبنيت قرار دي مش أول مرة تحصل لو رجعنا مثلا بالزمن لعصر الحضارة اليونانية على سبيل المثال كانوا يفسروا البرك والراعة أنه صوت من غضب الإله زيوس واستمرت قرون كبيرة جدا الخرابة دي حتى الآن مازالت بيته استخدام بنفس استخدام نفس المغلطة أنا بشوف زواهر طبيعية بس لا أملك أي دليل تجريبي يثبت صحة وجهة نظر أنا مجرد أن أنا قلت أنها إليونس أو كعينات فضائية أو يؤفي الظواهر غير مفسرة البعض يقول لابد أن هذا هذا هاهاها هو وأصدقائه وراءها في الصيف الماضي تحدثت الصحافة عن أن الفضائيين خطفوا 30 طفلا إلى مركبة ليصنعوا منهم شاورمة ما هذه الخزعبلات طيب هل تملك دليل قطعي ولا مجرد تكهنات ما فيش دليل قطعي تاني القطع يعني نجيه ونحطه على الطاولة ونفحصه فحص شامل قابل للمعايد أي حد يقدر يدخل العايد ما فيش موجود عند الدليل ده فبد نفتراض بما أن ليس هناك دليل على عدم الوجود إذن هو موجود دي المغلطة المستخدمة وبيسموها برضو بيستخدم معها مغلطة اسمها المصادرة على المطلوب يعني أنا عايز الحاجة فأنا بصادر عليها وأعمل عليها زخم بشكل ما فهي مهما كانت الجامعة اللي بتصدر لي هذه الدراسة تفتكر إلى الأساس التجريبي لما أجي أخذ دراسة معينة في أي علم أي كان في جزء عندي نظري وفي جزء عندي تجريبي النظري بدون تجريب يظل نظري ويظل تحت البري سينتيفيك هايبوسيز ولا يرتقي أبداً لمرتبة علمية حتى الآن هل في أي دليل تجريبي أنا ما بقولش مشاهد أو مجرد شاهدات تجريبي يا فندم نقدر نحطه والعالم كله يقدر يفحاصه وخصوصاً إن زواهر زليلتنا حضارة بتقول عليها دي عضارة زكية جداً لابد إن لها لها تسيب أثر بيولوجي سواء مخلفات سواء أثر ملموسة على الأرض نقدر نشوفها ونقدر نعاينه ويقال إن هي على مر ألاف السنين وموجودة بنا ولا يوجد لها أثر نقدر نعرفه يعني إحنا بنمشي في الحفريات نقدر نطلع أثر لوجود حيوانات من ملايين السنين كما يقال أنا مش قادر أطلع عبر الحفريات أو عبر الأثر أو بيقولوا بيطلعوا وبينزلوا بينزلوا تحت البحر وكل الأمور ده كل دي كلها وأنا مش قادر أرصد أثر بيولجي أو تاريخي موسق بدون أي شك مش معقول لأن حاجة زي دي زي ما يقولي هي الشمس بتطلع النهار أنا بشوفها كل يوم هم بيقولوا تمنمية حالة وبيقولوا إن هوا موجودين بيننا بس فين القصار فين الناتج منهم فين مخلفاتهم فين أي ناتج بيولوجي ناتج عنهم ما فيش طيب هل الإعلام حينما يتناول مثل هذه الأوراق البحثية هل هو يعني من وجهة نظرك هل هو بيهول هذه القضايا أم أنه أداة لكشف ما تخفي المؤسسات الرسمية